إلى أعالي عن زعتوط الواقعة في الركن الشمالي لولاية بسكرانة توجه وإياكم لنحط الرحال عند واقعة قد تكون فريدة من نوعها إنها حكاية العجوز يمينة البالغة من العمر قرناً وأربع عشرة سنة اختفت منذ تسعة وثلاثين عاماً ثم عادت إلى ذويها كان ثبت من ربي في سهل سكتمبر ستة وثلاثين كانت هذا الحاج العبد الحليم كانت في أمروبيك ساعة السنين أبتوا وخرجت مشتبه شوية أرجعت طول الدار وحتى طول الدار وخرجت خرجت هذه هي التريق خبر اختفاء العجوز يمينة ذعى في أوساط عائلتها ليعمى بني فرحة فكانت الهبة القبرى للبحث عنها في هذا النهار عند ثلاثة أيام والأربع أيام جاء الواد تحسي دي زرزور راح تجمعت عن زرطوت الواد سيدي زرزور نشف يسمح بس الواد راحين واحد في العرض التاع الواد واحد حاكم حدا واحد في دين بعضهم ويمشوا حتى الوجدي ما كايش الأثر قلنا بلك ده الواد لا أثر للعجوز يمينة لكن عملية البحث عنها ظلت متواصلة لمدة فاقت عشر سنوات ما ستتواصل بين نحن نحوص مدة عشر سنين حتى الاجوالي هنا 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 بعد مدة عشر خمسة عشر سنة بدأوا يقع للشك اليأس تغلغل في نفس الابن الوحيد للعجوز يمينة ولما زال عبر وقال عالجية حفيدة يمينة كانت ولتزال الأقرب إلى جدتها هي الأخرى لم تسعها فرحة عودة يمينة دموعها سبقت كلامها بداية حكاية الوصول إلى عنوان تواجد يمينة كانت مع مطلع الفجر والسبب خط أحمر نعم حصة خط أحمر التي تبثها قناة الشروق القناة شروق تيفي تفاجأت بصورة نانا عيط المرأة بحيرة وذاك وبدأت ندوننا الشيء اللي كان حتى الحصة هي اللي دونتها المرأة رحنا عنفامي كل مع الشائب والأهل والتعمي في جملة وقنعونا أنهم بعد رمضان بربي إن شاء الله يسلموهن بعد تسعة وثلاثين عاما من الغياب ها هي العجوز يمينة المعروفة باسم يمينة وتشملال تعود إلى أهلها وذويها من كان يصدق إنها الأقدار التي شاءت أن تعود إلى عنزة طوت لتكمل ما بقي من عمرها بين أهلها وذويها والفرحة عارمة وأدام الله أفرح الجميع حكيم عماري من عنزة طوت لقناة الشروق نيوز ترجمة نانسي قنقر